بسم الله الرحمن الرحيم والسلام ورحمة الله العالمين الفضل العظيم الى صنة الضحى أربع رقعات يوميا في قسف الشديد كثير من الناس بيستخف بصنة الضحى ولين الأعلم انه يخسر خسارة فالحة جدا في قسم الله العظيم الذي يضيع سنة الضحى سيندم اشد الندم وكتير من الناس يخسر رقعتين بس هو ميعرف انه لو صلى اربعا سيتضاعف الصباب ثم ضعفا كثيرا nauحصوب صبابا عظيميا جاء عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال والحديث في المعجب الأوسط الإمام التبراني من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صله أربعا كتب من القانتين شوف الفارق من الكتب تكتبش من الغافلين وكتب من القانتين القانتين دي منزلة عالية جدا يعني يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى قال وماريا ابنة عمرانا التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين القنوط وطول العبادة طول وقوف سيدة ماريا ويسيدة تنساء العالمين كانت تقف لرب العالمين سبحانه وتعالى حتى ينزل الماء الأصفر في قدميها حتى ينزل الماء الأصفر في قدميها وتتورم قدمها ويزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وضحها بكلمة القانتين فشوف لما تكتب كل يوم من القانتين عند ربنا سبحانه وتعالى إذا السنة دي لو أنت وزبت عليها طريقك إلى النفس الأعلى فالمرقبة الثانية تكتب من ضلام التئابين لأنك رؤية أخرى من صلى الدوحى رقعتين لم يكتب من ضلام الغافلين ومن صلى ومن صلى ومن صلى ومن صلى أربعا كتبة من التائبين لما تكتب كل يوم التئابين لما فيش ظنوب يحتكتب عليك شيء عظيم جيد وأكثر الظنوب بالمعاصر والكبائر التي نقع فيها هوميا فالبن كل يوم تكتب من التئابين يعني يخفر لك كل الظنوب كل يوم ورأس لما يستشل شيء التئابين بدأ بحكتك تكتب من التئابين يبقى حتى لو فيك كبائر ستقوم حقك كبائر بإذن الله إلا الكبائر المتعلقة بحقوق الأدميين ظلمت إنسان خطت في عرض إنسان أكلت مال إنسان سفكت دم إنسان لازم تسترديه وترجع إليه الحق الصحبة أمل الظنوب والكبائر اللي بيننا بالرابة العميس سبحانه وتعالى فنرجو أن تخفر في هذه الصلاة المنقبة الثالثة تكتب من العابدين من صلى الضحى ركعتين كما يعلم عبدالدرداء من صلى الضحى ركعتين لم يكتع من الظلم الغافلين ومن صلىه أربعا ومن صلىه أربعا كتب من العابدين طبعا كلمة العابدين معناها قصة الصلاة قصة العبادة الله سبحانه وتعالى المنقبة الرابعة الأوابين والحديث ده الحوابين ده حديث صحيح مية في المية مفيش أي فيقض فيوحى صحح الحديث الثانية وقويها لأن منزلة الأوابين لا تقل بل إن كنابها ربما تزيد عن التائبين والعابدين والقانطين الراسل الصلاة يكون في الحديث صحيح والحديث في صحيح مسلم لا يحافظوا على صلاة الضحى إلا أواب بإذن بس فقات صليها أربعة و لو صليت أكتر يكون أفضل أو مرض وما يقدرش يقوم الليل كما قالت سيدة وعيشة سيدة وعيشة ردونا عنها كان يصلي الضحى 12 ركع و الذي يصلي الضحى 12 ركع يبدأ له بصر أصر في الجنة من الزهب الخالص كما ذكر الإمام الترميزي أصر من الزهب الخالص المهم من أنك بتقلش على الأربعة طبعا صفة الأوابين هي من أخص صفات الأنبياء وكلمة أواب معناها شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى شديد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لذلك رب الله سبحانه وتعالى مضح أكثر مضح أكثر من النبي في كتابه بكلمة الأواب إن وجدناه صابرة إن وجدناه صابرة نعم العبد إنه أواب سيدنا أيوب عليه السلام سيدنا أيوب وسيدنا إبراهيم أيضا قيل عليه إنه أواب فلما تكتب عند الله من الأوابين لذلك ما حتكتب عند الله من القانتين والتائبين والعابدين فدي منزل عالية جدا اللي يكتب كل يوم من التائبين والعابدين والقانتين والأوابين فيه أفضل من كده عشان يصل إلى الفردوس الأعلى للسنة دي صحب عظيم جدا تأخذ أجم مجهدي في سبيل الله سبحانه وتعالى كل يوم كل يوم مجهدين شوف الرسول عليه السلام بعث سريعا فغنمت وربحت ورجعت سريعا فتعجب الناس من كسرة غنمها وسرعة رجعها فقال له اتعجبون من ذلك فلا أدلكم على أناس أو على أقوام أفضل صحابة من هؤلاء فلن بل يا رسول الله قال أقوام ذهبوا إلى المسجد فصلوا سبحة الضحى أقوام ذهبوا إلى مرحادي الصحية إذن بقى أنت لو صليت الأربع الأربع كاعات دور بخلصة النية محتوى من الأجر ستأخذ أجر مجهدين في سبيل الله الحافظ طوالي اليوم الحافظ طوالي نوم يعني تحفظ من اللي صلي الضحى الأربع كاعات دور يحفظ طوالي اليوم لنرسل عسام القار والحديث في قدسي يا ابن آدم صلي لي صلي لي أربعا أول اليوم أحفظك آخرة الحديث قدسي يا ابن آدم صلي لي أربعا في أول النهار أحفظك 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 لآخرة يبقى تحفظ طوالي اليوم من إبليس الحوادث والكوارث كل شيء بحفظ الله ونحن في خطر ونحن في خطر كنا نعرف المخاطر التي سواء كانت الأمراض أو الأوبئة أو الحوادث يبقى إذن الأربع كاعات دول تحفظك بحفظ الله سبحانه وتعالى طوالي اليوم تكون حافظت على مفصلات جسدك لأن يعني يعني كثير من الناس بيسبب بعض الناس بيسبب هشاشة العظام أوراق ألم روماتزمية روماتويد تيبس في المفاصل وا 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 اللي صليت أربع لقاءات دول إن شاء الله ما يدونش أي حاجة بحاجة دي نحن سأكون في الحديث صريح إن الله قلق ابن آدم على سلاسة مائة وستين مفصل على كل مفصل كل يوم صدق على كل مفصل كل يوم صدق قال رسول الله من يتقوا ذلك يعني من يقدر يطلع تلتمائة وستين صدق قالوا قال لهم من صلى ركعتين الضحى من صلى الضحى قال يجزئ كل ذلك صلاة ركعتين في أور المهور بالرسول صلى الله عليه في الحديث إن الله قال قبل آدم على سلاسة مائة وستين مفصل على كل مفصل كل يوم صدق ثم قال التهليل صدقة التكبير صدقة التحميل صدقة الأمر المعروف صدقة أنها عن ملكة صدقة حمل الكل عن أخيك صدقة الإصلاح بين اثنين صدقة ويجزئ وكل ذلك صلاة ركعتين في أول النهار فبالك بقى لما تصلي أربعة سلاسة مائة ومائة وعشين صدقة هتأخذ سلاسة مائة وعشين صدقة هتحافظ على مفصلات الجسد لأن الله ما يقول كتب علي إذا المفصلات جسمنا لها تحتاج إلى شكر ما ما بتقوليش أنا بصلي والله الخمس صلوات لا السنن لو أخصم خاص شكر شكر النعمة النعمة المفصلات دي بتبساط الضحى او بقى بأنكتة تكسر من الزكر طب افلت ما قلتش سبعمائة وعشين صدقة يعني طب حتى لو تقول طب الزائد الخير خيرين مش عايز تكتب عند الله من القانتين والتأبين والعابدين والأوابين في عد يكر نتصل بها هذين منزل لتصل بك أنا في الدوصل الأعلي ازاي تضع هذه السنن يبقى هتأخذ صبب سبعمائة وعشين صدقة وتحافظ على مفاصلات جسدك لأن الله قال ابن أدب على كل مفاصل كل ما صدق لو انت مش بتطلع سبعمائة وعشين ثلاثمائة وستين صدقة هذين يبقى 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 تصلي ركا يبقى 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 لذلك تقي نفسك لذلك فيه كثير كثير من الناس اللي قصيروا في الصلاة المكتوبة ويصليش قالص الضحى طيب تلاقي ناس عندها تيابس ومفاصل ومطيد لكن لو يحافظ عن مفاصل بصال الصلاة كل يوم يحافظ عن مفاصل جسد لا يصاب بصال مطيد ولا تيابس في مفاصل وشاشة عزام تكون نفست وسيلة الرسول على السلام شدت في صلاة الضحى يعني سوف سيدنا برا يقول اوصاني خليلي بصلاس خصال لا أدعونا في صفر ولا حضر ان اوتي لقبل ان انام وان اصوم من كل شهر ثلاثة ايام ودي السنة العظيمة لها 13 14 15 لضياح اكثر للناس وسينضبون عليها اشهد النقدي من القيام والخصص الخصص الثالث ان او ركعتها الضحى ركعتها الضحى يبقى اذا دخل وصية رسول عليه رسول عليه هو ابن هو ابن للامة سيدنا باير ابن اوصاني خليلي اوصية وصية لازم وزيئة رسول صلى الله سلم فاكثر من الحديث فان اتخل الله لا تستخفش بالسنة لان كيف تستخفيت بالسنة تحرم من المنازل العلي في الجنة وتنزل في الدرجات القادمة في الجنة لان اللي يعمل السنة ليس 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 اذا اراط منافقة النبي صلى الله في الجنة المنقبل بعد كده يرفع قدرك في الدنيا والاخر جاء فيه في تفسير قول الله سبحانه وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك الناس امامة قال من ذرياتي قال لا يلال وعهد الظالمين قال وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات قال قال في رواية أمره بعش السنة من الفطرة الاستحداد والاستنصار وغسل براج مقصد أزافر السواك قص الشارب اطلاق اللحية دي دي أحد الرواية في رواية تانية أمره بأن يصلي أربع رقاط في أول النهار أمره فأدى هن على أتم وكه وفيش تعارض ربما يكون أمر بسنن الفطرة وأمر كمان يصلي أربع رقاط في أول النهار فدي سنة أبينا إبراهيم فلما أتم هذه الوصية قال إني جعلك الناس إمامة إذا ابتلى إبراهيم ربوه بكلمات أو بأوامر شرعية فأتم هن فكانت نتيجة قال إني جعلك للناس إمامة قاله من ذرياتي قال لا لا لوحد الظالم سنة إبراهيم ما نساش ولاده أمر ربنا سنة الله سأخليك إمام للأنبياء وخليك خليل وعطاه الخلة واجعله أبا للأنبياء كل الأنبياء جمعوا لنسا سيد أبراهيم عليه السلام لأنه عمل السنة يبقى إذا إذا لو حفزت على الأربع رقعات دور مع إخلاص النية وحتسب الأجر إن ربنا يرفع قدر كما رفع قدر سيد أبراهيم ترفع إذا كنت تاجرا تزداد التجارة إذا كنت علما تزداد علما لنسا كنت وهكذا تزداد يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة طبعا المناقب لا تحصل فإنش إنسان عاقل يضيع هذه المناقب أبدا فلو أنت بتصلي الظحة رقعتين صليه أربعة لو أنت بتصليش الظحة خالص اتق الله وابدا منذ وقت يواصب على صلاة الظحة حتى لا تندم أشد الندم يوم القيامة على الصحاب العظيم لأنك تكتب من القانتين والتائبين والعابدين والأوابين وتأخذ أجر مجاهدين في سبيل الله وتحفظ تولي اليوم بحفظ الله وتحافظ على جاس جاسدك وفصلات جاسدك وتكون كد نفست وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفع قدر الوجه في الدنيا والأخير وما لا أعلم إلا الله سبحانه وتعالى فأكتب لكم كل هذه المناقب في وصف الفيديو افتح الوصف على الفيديو محتاجة هذا مكتوبا انسخوا هذا ونشروا ونشروا هذا علمي في صواب عظيم العلم علما فأقوله أجرم عن بيبيا من القيامة لا ينقذ ذلك من جريم وتوشوش تفعيل الجرس وإصلاق القناة لأصلاقكم كل جديد وساعدون عشر صنعت وإيئة كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم